شباب البحريني ومكانة مملكة البحرين سيد صالح يعني بداية كيف أسهم دعم جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة أيضا برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق الشباب البحرين للكثير من الإنجازات في مختلف المجالات طبعا أهلا أخوي في البداية طبعا في البداية حاب أشكر جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على دعمهم المستمر والمتواصل للشباب البحريني ومن خلال هاي الدعم وتوفير البيئة المناسب لنا في مختلف المجالات شفنا الشباب البحريني حقق إنجازات مختلفة سواء كان على الصعيد الرياضي أو صعيد التعليم أو الصحة وغيرها وهي الشيء رفع اسم مملكة البحرين عاليا بين الدول جميعا وخلانا نفتخر كوننا شباب بحرينيين نعم أيضا كيف أسهم دور الشباب البحريني في عملية التنمية المستدامة في دول مملكة البحرين طبعا التنمية المستدامة لا يتجزأ من تطور المملكة والدول وغيرها وكان للشباب البحريني دوروا الكبير في تنمية أو في المحافظة على التنمية المستدامة في المملكة فمن خلال تولي الشباب بعض المراكز القيادية في المملكة ساهموا في وضع خطط واستراتيجيات من أجل تحقيق أهداف المؤسسة من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة بالإضافة إلى ذلك نحن كشباب بحرينيين في مختلف القطاعات كل شخص فينا يحاول أن يترك بصمة ويستمر أن يجعل التنمية المستدامة أساج في عمله من خلال وضع الجهود وإضافة التنمية المستدامة في كل خطوة يقوم بها وما ننسى أيضا دور الفرق التطوعية البحرينية حاليا نشوف فرق تطوعية مختلفة في يقول الشباب بحرينيين في عمرنا يحاولون الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة فبعض الفرق تحاول تحقق أهداف التنمية المستدامة سواء كانت في التعليم أو في الصحة أو حتى في الرياضة وغيرها نعم أيضا هناك مبادرات وبرامج يتم تدشينها لدعم الشباب وصقل مواهبهم في مملكة البحرين ما هميتها في تهيئة الشباب لصنع قادة المستقبل طبعا لو بتكلم عن البرامج والمبادرات وغيرها يمكن حزتها يرجع في نزمن قبل 10 أو 11 سنة مع هيئة شؤون الشباب ورياضة حزتها بالرأسة سعادة السيد هشام الجودر حزتها كانت الهيئة تقدم العديد من البرامج لنا على سبيل المثال مدينة الشباب فهوائد من الشباب في عمرنا شاركوا في هاي البرامج وحاليا لما نشوف الوضع قبل 10 أو 12 سنة نشوف أقل بالشوال البحريني حاليا ماسك مناصب قيادية أو في نفس الوقت أسس أفريقتها الخاصة أو خنقول مشاريع الخاصة اللي يتطور من البحرين وتترك بصمة وأثر في السوق البحريني وحاليا مزات هاي البرامج والمبادرات مستمرة فعلى سبيل المثال على قمة البرامج برنامج مكتب رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية اللي يهدف إلى استقطاب الشباب من الجهات الحكومية وتطوير مهاراتهم هو عبارة عن برنامج متسنة عشان يزخون من الشباب عشان بعدها لما يخلصون البرنامج ويرجعون الجهات الحكومية يحاولون يضيفون وعندنا مثلا هيئة شؤون الشباب ووزارة شؤون الشباب ما زالت مستمرة في دعم الشباب وعندهم المشروع الوطني لامع اللي أيضا يهدف إلى تطوير الشباب عشان يترك بصمة في البحرين وفي الوظيفة بكل تأكيد تمنات لكم بدوام التوفيق شكرا لك السيد صالح المهزة الحاصل على ميدالية دول مجلس التعاون للشباب المدعين شكرا على تواجدك شكرا على استطافتكم